وعلشان نفهم اي زمن يا شباب دايما هنتكلم في اربع نوات واحد التكوين الاستخدام الكلمات الدل على الزمن ده وبعد كده الافعال المساعدة طيب نبدأ كده الاول بالتكوين هو الماضي البسيط ده بتكون من ايه اي زمن بنحدده من خلال الفعل طب الماضي البسيط بتكون من التصريف التاني للفعل يعني مثال كده Invite يعني يدعو الماضي Invited Work يعمل Worked عملة Cry يبكي او يصرخ Cried صرخة Go يتحول الى Wind في افعال بتاخد وافعال ED وافعال IED زي ما هم بيان كده في المثال وفي الاخر Go يتحول الى Wind ده فعلي طبعا Regular يبقى تكوين الزمن ده التصريف التاني للفعل وندخل على مثال بسيط كده They worked hard هم عملوا بجد ده تصريف تاني بقى ماضي بسيط He invited his friends هو دعا اصدقائه برضو تصريف تاني I went to my work برضو انا ذهبت الى عملي برضو تصريف تاني يعني بتكلم في ماضي بسيط وده التكوين اللي حددناه من خلال الفعل طيب ندخل على رقم اثنين يا شباب الاستخدام تعالوا نشوف امتى نستخدم الماضي البسيط ده بنستخدم الزمن ده شباب لما يكون عايزين نذكر حاجة عملناها وخلصت يعني ما عادش لها علاقة بالوقت الحالي يعني بشكل ملخص كده واحد حدث تم وانتهى يعني finished event يعني حدث منتهي طب نقول مثال they extracted lots of iron هم استخرجوا كثيرا من الحديد from the mind من المنجم ده كده معناه هنا استخدمنا extracted تصريف التاني للفعل يبقى بتكلم في الماضي البسيط تعالوا نشوف الاستخدام التاني يبقى اتفقنا الاستخدام الاول كان حدث تم وانتهى اما الاستخدام التاني بتكلم عن عادات قديمة old habits ايه العادات القديمة دي زي ما بقول مثلا i always fought with my friends when we were young انا دوما كنت بتشاجر او بتخانق مع صحابي لما كنا صغار ده ما تخلي حاجة مهمة جدا حكاية العادات القديمة ده ما تخلي حاجة مهمة جدا لمصطلح مهمة جدا يا شباب ناخد بالنا منه اسمه used to طبعا الديه silent يعني ايه used to اصلا ده مصطلح يا جماعة معناه اعتاد على ان وطبعا بييجي بعده فعل الجملة في المصدر يعني used to ييجي بعده الفعل في الانفينيتر طب تعالوا ناخد مثال كده ونفهم ايه المصطلح البسيط ده مثلا لما بنقول i used to drink coffee يبقى معناه اصلا انا اعتدته على شرب القهوة ايه القاعدة او ايه الحالة ديت هنقول تعبر عن عادة كانت موجودة في الماضي يعني انا كنت زمان بشرب قهوة يعني ما عادش مع انتش انا بعملها حاليا يعني ما ينفعش ان انت حضرتك كده تهزمني على فن جان قهوة ندخل بقى على جملة تانية فيها برضو مصطلح used to بس هنغير شوية نقول ام used to drinking coffee او i get او i become used to drinking coffee ايه الفرق بين الجملة الاولى والجملة التانية الاولى قلت على طول i used to ثم مصدر اما في التانية بقولك ام او i get او i become used to جبني هنا drinking القاعدة لو فيه وجود بين الضمير اللي هو الفاعل اللي بدأنا بـ i و used to في ام او get او become يبقى فاعل plus i اني جي مش فعل في المصدر زي ما هو مكتوب في المثال الاول طب ده معنى ايه في المعنى بقى هنفسر الفرق ايه الاول ما عونتش باشرب قهوة اما التاني ده ببساطة كده معناه ان الفاعل ده كنت معمله في الماضي ولسه معمله دلوقت يبقى ممكن حضرتك كده تعزمني على فن جان قهوة وفيه حتة كده غريبة شوفوا الامثلة دي كده الاول the mobile is used to call others الموبايل ده بيستخدم في الاتصال بالاخرين والمثال التاني the mobile is used for calling others في المثال الاول هتلاقي مصطلح used to جاي بعدها مصدر رغم وجود verb to be طب ليه؟ عموما في المثالين بنتكلم عن مصطلح اسمه برضو يا استاذ used to بس مش معناه اعتاد على أن ده هنا معناه تستخدم ليه او يستخدم ليه وطبعا النوال اللي في البداية غير عاقل يعني انا بتكلم اصلا الاسم اللي موجود يا استاذ او الpronoun اللي موجود في البداية بتكلم عن موبايل يبقى لو بدأنا باسم غير عاقل يبقى هنا معناه الجملة used to يعني يستخدم او تستخدم ليه بس ما تنساش ان لو to طبعا يجي بعدها مصدر انما لو for يبقى variable plus ing وندخل على الكلمات الدلة ودي النقطة التالتة جماعة والفقرة التالتة كلمات الدلة على زمن الماضي البسيط وعلشان ما تكونش حفظه كده والسلام اي كلمة بتعبر او بتدل على وجود زمن الماضي البسيط هنا هستخدمها برضو في تصريف تاني الفعل يعني مع الماضي البسيط زي الي بتسوي كلمة اسمها former او اكس بس بيجي بعدها فترة زمنية زي previous year مثلا او former week last زائد فترة زمنية in يجي بعدها فترة او تاريخ قديم once اللي معناه هذا تمر فترة زمنية يجي بعدها ago زي two years ago in the past في الماضي وتعلموا نشوفي الامثلة البسيطة دي yesterday i sent my dad a letter هنا بتكلم عن فعل sent اللي هو تصريف تاني لاني بدأت الجملة بكلمة اسمها ياسر داي يعني ماضي بسيط وناخد مثال تاني برضو in the ancient times there were no computers يعني في العصور القديمة لم يكن هناك اجهزة كمبيوتر هنا هتلاقي بدأنا بكلمة اسمها in the ancient times علشان كده استخدمنا التصريف التاني لverb to be اللي هو where وتعالوا نتكلم عن اخر حاجة شباب اللي هي الافعال المساعدة اللي اتفعنا بتيجي في السؤال والنفي والتأكيد ايه هو الفعل المساعد ده فعل بيساعد الفعل الاساسي طب ايه هو اصلا في الماضي البسيط بنقول بما اني بتكلم في ماضي يبقى طبعا تصريف تاني did وفيه اربع امثلة هنوضح بيهم الشكل ده كده did she speak english well where did she live last year he didn't travel i did study well في المثال الاول بدأنا بكلمة did طبعا هنا صغة استفهمية في المثال التاني بعد اداد استفهم استخدمنا كلمة did بس بعدها study مش didn't لا did ثم بعدها استفهمية المثال الاول والتاني صغة استفهمية المثال التالت صغة منفية اما المثال الرابع طبعا بستخدمه بالتأكيد او للتأكيد يعني اقدر اقول لك i studied will كتصريف تاني او i studied will انا ذكرت بجد او اقول لك i did study well اللي كأن بقول لك i swear اقسم ان انا ذكرته بجد نتكلم بقى في نقطة مهمة جدا اللي هي ازاي يحول من معلوم لمجهول قعدة كده حطها في دماغك لو بدأت الجملة بالفاعل يبقى الجملة معلوم عشان احاول لمجهول هبدأ بالمفعول بدل الفاعل ونقول مثال i spoke French when i was in France انا كنت بتكلم فرنساوي لما كنت موجود في فرنسا نحاولها ازاي يا شباب في طريقة مهمة جدا وسهلة جدا بنقول يا استاذ ببدأ بالمفعول بدل الفاعل ثم فعل مساعد ثم التصريف التالت للفعل يعني المثال نكتبه ازاي او نحله ازاي نقول وكمل الجملة عادي وطبعا بدأنا بالمفعول اللي هي كلمة ثم الفعل المساعد اللي هو كلمة طب ليه ما استخدمناش لان التفاعلة بتيجي في الاستفاهم او النافي او التأكيد وانا بحاول لي مجهول ثم التصريف التالت للفعل ونتكلم في اخر نقطة يا جماعة اللي هي الملاحظات او النقاط الخاصة وركز في اللي جاي جدا واحد بتساوي كلمة وشوفوا الامثلة اعتدتوا على انا ادخن طبعا كده ما عندش بدخن اللي هتساوي جملة تانية اسمها لما اقعد ادخن او اللي هنا بتتكلم عن عادة كنت متعود اعملها في الماضي فقط ومع النقطة التانية اللي بتساوي كلمة نشوف المثال ده الاول منذ متى زرت برج ايفل ممكن نحزف كلمة ويكون مكانها كلمة اسمها اللي بتساويها يعني من نهاية بتساوي كلمة ومع اخر نقطة جماعة كلمة اللي المفروض تيجي مع المضارع التام ممكن برضو تيجي مع الماضي البسيط زي ما هنوضح في المثال التالي هنا كلمة جات في جملة الماضي البسيط رغم استخدامها اساسا في المضارع التام بس هنا طبعا جاءت كمعنى ومع اخر نقطة اللي هي ظروف التكرار ايه هي ظروف التكرار اللي هي الكلمات الدلة على المضارع البسيط ما لها بقى الكلمات دي زي الكلمات ديت من الممكن ان تأتي لتعبر عن الماضي البسيط ونقول مثال بسيط كده كنت دائماً ألعب شطرنج عندما كنت صغير في السن يعني هنا بنتكلم عن عادة كنت معملها في الماضي واستخدمت كلمة always طبعاً كمعناه ومع بعض التمارين الأسبوع الماضي أنا نقط معناه فرع للشركة الجديد يأترى found ولا founded ولا founding ولا find تمام founded هنا معناها أسسة يبقى الجملة على بعضها أسست فرع للشركة الجديد الأسبوع الماضي ونشوف المثال التاني مع بعض I some juice with my grandfather yesterday have ولا had 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 ولا having تمام had لوجود كلمة يصر داي بالأمس يبقى ماضي بسيط أستخدم التصريف التاني للفعل ومع المثال التالت the guests on time and drank coffee arrives ولا had arrived arrived ولا arrived أكيد هناخد طبعاً كلمة arrived لإن في عندي and drank يبقى الفعل اللي كان قبل كلمة and زي اللي بعده تصريف تاني علشان كده نختار arrive ومع المثال الرابع the fax yesterday a sent was sent sent send طبعاً هنختار was sent طبعاً هنختار was sent علشان حاجتين أولهم الجملة في الماضي تاني حاجة للجملة في صيغة المبني المجهول لإن بادئ بالمفعول لإن ما فيش fax هيرسل يبقى هنا الفاكس أرسله بالأمس وعلشان نبسط الزمن ده مع بعض يا شباب هنختصره في أربع نوعات واحد التكوين يعني شكله إيه الماضي المستمر أو بتكون من إيه اتنين الكلمات الدالة يعني الكلمات لما شوفها استخدم معها ماضي مستمر ثلاثة الاستخدام يعني إمتى بستخدم أو بفضل استخدام زمن الماضي المستمر وآخر حاجة الأفعال المساعدة ودي طبعاً اللي بستخدمها في حالة الاستفهام أو النفي ونبدأ مع بعض بالتكوين نقول الماضي المستمر بيتكون من طبعاً واز مع ضمائر المفرد أما وير مع ضمائر الجمع زي المثال اللي بيقول يعني هي كانت بتشاهد تلفزيون بالأمس وهنا طبعاً الضمار بتاعنا مفرد شي عشان كده قلنا واز ثم فعله ومع الكلمات الدالة نقدر نقول باختصار هي نفس الكلمات الدالة على الماضي البسيط لأن سواء استخدمت جملة في ماضي بسيط أو ماضي مستمر فالحدث قد تم وانتهى طب مع الاستخدام الماضي المستمر في عندنا أربع استخدامات واحد بنقول حدث تم وانتهى في الماضي طب ما هو كده بيتساوا مع زمن الماضي البسيط طب نشوف المثال ده الأول بيقول يعني هما كانوا منتظرين الاؤتوبيس بالأمس طب ليه هنا فضلنا استخدام الماضي المستمر نقول السبب الفعل اللي معناه ينتظر بيتطلب استمرار عشان كده فضلنا استخدم زمن الماضي المستمر ومع الاستخدام التاني بيقول زي المثال اللي بيقول أمبرح في تمام الساعة الخامسة والنصف كنت بشاهد المبارع ثلاثة حدث قطع حدث ثاني يبقى طبعا هنا عندي جملتين أو حدثين يلزمهم رابط زمني أول رابط عندنا كلمة اسمها وين وده يجي بعدها ماضي بسيط ثم ماضي مستمر زي المثال اللي بيقول لما شافت الحدثة كانت مستمرة في المشي وعلى فكرة ممكن كلمة وين ناكس القاعدة بتاعتها ونقول ممكن يجي بعدها ماضي مستمر ثم ماضي بسيط زي ما ناكس كده المثال اللي قلناها دلوقت لما كانت ماشية شافت حدثة هل في رابط زمني تاني عندي كلمة اسمها ويل رابط بيسوي كلمة as أو just as ويل معناها طبعا بينما زي المثال اللي بيقول بينما كنت أأكل على فكرة كلمة ويل لها قاعدة كده بسيطة بتقول لو ما فيش بعدها فاعل يجي بعدها فاعل زيط زي ما هقول هنا بنفس المثال عند الطعام أو أثناء الطعام رن الجرس ومدي بناخد قاعدة بسيطة بتقول في عندنا اسمها كلمة اسمها والكلمة دي دايما بيجي بعدها اسم زي ما نقول مثلا ونيجي على آخر نقطة يا جماعة وهي الأفعال المساعدة في قاعدة كده بسيطة بس قبل ما نقولها نفتكر مع بعض تكوين الماضي المستمر اللي كان بيتكون من في قاعدة بسيطة نحفظها كده بتقول إن الأزمين المستمرة الأفعال المساعدة بتاعتها بتكون من أساس التكوين طب مما يتكون الماضي المستمر هتقول لي وفعله يبقى إذا الأفعال المساعدة اللي هنستخدمها في الاستفام أو النفي هتكون من أساس تكوين يعني تب نجرب كده نعمل نفي أو استفام مع الزمن دا شوفوا كده الجمل دي هنا طبعا جملة منفية جملة استفامية هل كان يزاكر بجد طبعا برضو هنا جملة استفامية وننقل لتحويل جملة الماضي المستمر إلى صيغة المبني المجهول أو شكل الجملة في المبني المجهول شوفوا كده المثال ده أنا كنت بلون صورة طبعاً هنا الجملة بدأ بالفعل يبقى الجملة هنا مبنية المعلوم عشان أحول لمجهول هبدأ بالمفعول اللي هو كلمة محتاج بعد كده فعل مساعد فهقول لأن اتفقنا لسه حالاً من أساس التكوين فيما أن كلمة مفرد فاستخدمنا بس اللي هنزود مع الماضي المستمر كلمة ثم التصريف الثالث وهنا الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر في التحويل المبني المجهول إن احنا أضفنا بس كلمة ودلوقتي مع فقرة التمارينات بسيطة هسيب لكم مع كل سؤال خمس سوان تفكروا في الإجابة تمام؟ طبعاً ممكن هنا حد يفكر في اللي إن الفاعل هناك في الجملة الثانية طبعاً هنا طبعاً بعد كلمة مفيش هنا فاعل يبقى مع المثال الثاني تمام؟ فهنا الجملة بتقول سيارة أحمد صدمت هنا حدث قطعه عن طريق سائق اللي كان سائق بسرعة مجنونة ومع السؤال الثالث تمام؟ لأن هنا طبعاً بنتكلم بنقول يبقى حدث تم في الماضي فترة محددة من الماضي زائد طبعاً عندي هنا حدث قطع حدث فالقهرباء قطعت وإحنا بنذاكر أو بنراجع لامتحان الإنجليزي ويتكون الماضي التام من هاد بلاس باس بارتسبول يعني هاد والتصريف التالت للفعل زي ما بقول مثلاً I had written an email يعني أنا كتبت رسالة بريد إلكتروني واحدة يقول طب ما أنا ممكن أستخدم الماضي البسيط وأقول I wrote an email يعني برضو أنا كتبت رسالة بريد إلكتروني طب إيه لازمة الماضي التام لما ممكن أستخدم الماضي البسيط؟ نقدر نلخص استخدمنا للماضي التام فعلتين أو الحالة لو لقينا كلمة باي وبعدها تاريخ قديم زي المثال اللي جاي باي 2014 بسمة had reached أسوان يعني بحلول عام 2014 بسمة وصلت أسوان أما في الحالة التانية لو في عندي حدثين أو لو مثلاً عملت حاجتين في الماضي فالحاجة اللي عملتها الأول هتكون أقدم فهستخدم معها الماضي الأقدم يعني ماضي تام أما الحاجة اللي عملتها قريب هتكون أحدث فهستخدم معها ماضي قريب يعني ماضي بسيط طب يبقى كده عندي جملتين فهيلزمهم رابط والرابط عندنا نوعين وبهدوء كده عشان الموضوع بسيط جداً أول نوع after اللي معناها بعد أو كلمة as some an اللي معناها بمجرد an يجي بعد أي كلمة من دول ماضي تام ثم ماضي بسيط ونشوف المثال ده يعني بعدما وجد محفظة اتصل بالشرطة هتلاحظ هنا كلمة after جاء بعدها ماضي تام ثم ماضي بسيط لأنه وجد الأول محفظة يعني ماضي أقدم بعد كده اتصل بالشرطة وده ماضي أحدث وطبعاً كلمة as some as نفس المعاملة والنوع التاني من الروابط كلمة before يعني قبلها وكلمة by the time قبلها أو قبيلة بيجي بعدهم الاتنين ماضي بسيط أو ماضي تام ونشوف المثال اللي جاي before he called the police he had found the wallet يعني قبل ما يتصل بالشرطة فقد وجد المحفظة وده طبعاً طبيعي بترتيب الأحداث وفي نقطة مهمة تخص كلمة after أو before بنقول ممكن كلمة after أو before يجي بعدهم noun أو gerund يعني اسم أو فعل plus ing مع الاحتفاظ بالزمن التالي بشرط عدم وجود pronoun أو ضمير وتعالوا نقول مثال ونكتبه بطريقتين مع كلمة after وأصل الجملة بيقول after he had got the driving license he bought a car طبعاً زي ما قلنا حالاً لو هحزف الفاعل أو الضمير هيجي بعد كلمة after gerund أو noun وشوفوا ممكن الجملة بتتغير إزاي after the driving license هنا اسم أو after getting the driving license هنا فيرب plus ing هنا gerund يعني فعل زي ing he bought a car وطبعاً نفس الفكرة مع كلمة before وتعالوا نشوف باقي الروابط في كلمتين بيساوا بعض كلمة till أو until وده يجي قبلهم ماضي بسيط من فيه وبعدهم ماضي تام مثبت زي ما هقول في المثال اللي جاي he didn't sleep till أو until he had finished his homework يعني هو لم ينم حتى انتهى من واجبه وطبعاً كلمة till أو until في قبلهم ماضي بسيط من فيه يعني didn't plus infinitive didn't والمصدر وبعدهم ماضي تام مسبت واخدوا بالكم المثال اللي جيدة لانه هيخالف القاعدة اللي فاتت بنقول he lived in London until he died يعني هو عاش في لندن حتى مات وهنا جات كمعنى دون الارتباط بالقاعدة اللي فاتت نجي الرابط مهم وهو كلمة when وركزوا جداً شوفوا القواعد تبع كلمة when when ممكن يجي بعدها ماضي تام ثم ماضي بسيط أو يجي بعدها ماضي بسيط ثم ماضي بسيط أو يجي بعدها ماضي بسيط ثم ماضي تام وعلشان ما تتلغبطش هنفهم كل ده بمثال واحد هنفترض ان احنا عندنا ثلاث اشخاص وهيركبوا نفس القطر والقطر ده له معاد واحد هيكون الساعة خمسة واحد وصل الساعة اربعة والتاني وصل الساعة خمسة والتالت وصل الساعة ستة وشوفوا الامثلة دي when he had arrived the train left المثال الثاني when he arrived the train left المثال الثالث في المثال الاول كلمة when هتلاقي جاي بعدها ماضي تام الاقدم يعني الشخص وصل قبل ما يغادر القطار في الماضي البسيط يعني الشخص ده وصل محطة بدري ساعة مثلا يعني قعد وانتظر القطر وكان مع وقت قبل القطر ما يغادر اما في المثال الثاني هتلاقي الشخص وصل في الماضي البسيط والقطر مش في نفس الوقت برضه في الماضي البسيط طب نفهم ايه؟ نفهم ان نوصل في نفس الوقت يعني مفيش باصل زمني وانصحكم ما تقعدوش جن به الشخص ده في القطر واكد عايفين ليه؟ اما في المثال الثالث الشخص ده وصل في المدي البسيط الحديث والقطر كن غادر في مضي التام الأقدم يعني ما انها furious القطر من اساسه ومعلومة بسيطة كده쪽에 تقول إن كل الروابط سواء after أو before أو as soon as أو كلمة by the time أو كلمة when طبعا أكيد ممكن يجي بعدهم أي كلمة فيهم ماضي بسيط ثم ماضي بسيط وفي الوقت ده بيكون الحدثين مفيش فاصل زمني بينهم ومثال كده سريعة اللي احنا قلناه after I paid to the taxi driver I got off the taxi يعني بعدما دفعت لسواء التاكسي نزلت من التاكسي وطبيعي إن هدفع أجرة التاكسي وهنزل مباشرة فما فيش فاصل زمني عشان كده جاه بعد كلمة after ماضي بسيط ثم ماضي بسيط وخد بالك من الكلمات اللي جاية دي أول كلمة on لو جات في أول الجملة يبقى هتساوي كلمة when لكن بيجي بعدها verb plus ing زي ما هتشوف في المثال ده يعني عند مقابلة المدير طلبت منه إنه يزيد أو يرفع ردبي والكلمة التانية كلمة having واللي بتساوي كلمة after لكن كلمة having يجي بعدها يعني التصريف التالت للفعل مباشرة زي ما هنقول having joined the team he became the main striker وهنا كلمة having جا بعدها التصريف التالت للفعل ومعنى الجملة بعدما انضم أول طحق بالفريق أصبح المهاجم الأساسي وشوف اللي جاي في الجملتين دول it was only when يعني كان فقط عندما أو it wasn't until يعني لم يكد حتى أي جملة من دول بيجي بعدهم ماضي تام ثم ماضي بسيط بينهما كلمة that ونشوف مثال سريع it was only when he had drunk coffee that he felt active يعني شعر بالنشاط فقط عندما تناول القهوة وتعالوا شوفوا المثال المهم اللي جاي ده when he arrived home he realized that he had forgotten his mobile into the car يعني عندما وصل للمنزل أدرك مباشرة أنه نسى قبلها موبايل في العربية ومع نقطة مهمة جدا وكتير بيتلغبطوا فيها no sooner than hardly win scarcely win بكل بساطة كلمة no sooner أو hardly أو scarcely أي كلمة فيهم لو جات في نص الجملة يبقى قبلها كلمة had وبعدها التصريف التالت للفعل وبعد كلمة no sooner في الآخر هنلاقي then ثم ماضي بسيط or hardly يجي بعدها win ثم ماضي بسيط scarcely يجي بعدها win ثم ماضي بسيط زي ما نشوف في المثال اللي جاي she had no sooner lost her bag then she reported the police يعني لم تكد أن فقدت حقيبتها حتى بلغت الشرطة وشوفوا الشكل الثاني no sooner or hardly or scarcely ممكن no sooner or hardly or scarcely يجو في بداية الجمل وفي الحالة دي هتعكس بدل ما الفاعل بعدها had هنخليها had ثم الفاعل وكأنها صغة اصطفامية ثم التصريف التالت للفاعل ونكمل بقي الجمل عادي ونشوف المثال ده hardly had he felt when he saw a doctor يعني لم يكد أن شعر بالمرض حتى ظهر الطبيب وخد بالك كلمة so هنا مش معناها رأى بل ظهرة ومع آخر نقطة في الماضي التام ازاي نعمل سؤال أو ننفي أو نحاول لمجهول هنقول مثال بسيط by yesterday i had sent a letter to my brother وتعالوا ننفي الجملة دي كل اللي هنعمله هنزود على الفاعل المساعد اللي هو had كلمة not فهتكون الجملة by yesterday i hadn't sent a letter to my brother وتعالوا نحاولها المبني المجهول بس هنزود كلمة been بعد الفاعل المساعد اللي هو had فهتكون الجملة by yesterday i had been sent to my brother وشوف الاستفهام هتقول ايه had you sent a letter to your brother هنا سؤال معناها أو what question نقول what had you sent to your brother ومع بعض الأسئلة البسيطة السؤال الاول what did you do after not school yesterday had left leaving left leave طبعا هنختار leaving لعدم وجود ضمير يبقى هنختار verbi plus ing مباشرة ومع السؤال الثاني when i the window a cat jumped out have opened 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 طبعا هنختار كلمة opened وما تنسوش ان هنا مفيش فاصل زمني ومع السؤال الثالث no sonar the noise than we rushed to the spot يعني لم يكادوا يسمعوا الضوضاء حتى ندفعوا تجاه المكان had we heard does we hear we had heard we did hear هنا هنختار had we heard لان طبعا الجملة بدأ بكلمة no sonar واتفقنا ان احنا هنبدل ونبدأ بالفعل المساعد وكأنها صغة استفهمية ومع السؤال الرابع not the letter after you had written at had you posted did you post have you posted will you post اكيد هنختار did you post لان عند رابط اسمه after جاي بعده مباشرة ماضي تام يبقى الجملة الاخرى ماضي بسيط وما تنسوش انها بالصغة الاستفهمية يبقى هنختار did you post وهنتكلم في اربع نقط علشان نبسط المضارع التام form التكوين use الاستخدام keywords الكلمات الدل helping verbs الافعال المساعدة ونبدأ بالتكوين بيتكون زمن المضارع التام من have او has زائد التصريف التالت للفعل وطبعا عارفين ان have بتيجي مع ضمائر الجمع اللي هي i, they, we, you انما هاز مع ضمائر المفرد اللي هي he, she, at زي المثال البسيط اللي بيقول عمر has tied his room يعني دا قادر اتبع عمر حجرتك وقد بالك لو في مضارع تام يستحسن ابدأ ترجمتي بالعربي بكلمة لقد طب تعالوا نشوف الاستخدام امتى نستخدم المضارع التام بنقول كده جملة بسيطة the present perfect is the most spoken tense in English يعني المضارع التام هو الزمن الاكسر تحدثا في اللغة الانجليزية يعني له استخدامات كتير على سبيل المثال واحد حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر زي ما بقول jana has started English 14 years يعني دا قد درست جانا اللغة الانجليزية لمدة عشر سنوات وطبعا دا معنى انها لسه بتدرس اثنين حدث بدأ وانتهى وله اثر على الوضع الحالي زي ما بقول basil has forgotten his case so he cannot open the door وهنا بقول ان باسل نسمى فاتيحه علشان كده مش عارف يفتح الباب بمعنى حدث تم في الماضي لكن له اثر حاليا ثلاثة حدث بدأ وانتهى حالا زي ما بقول jana just finished her housework يعني دا قد انتهت ملك حالا من اعمالها المنزلية اربعة حدث بدأ وانتهى في وقت غير معتات زي ما اقول مثلا she has already finished her homework يعني دا قد انتهت بالفعل من واجبها المدرسي خمسة يعبر عن تكرار مرات الفعل زي ما بقول مثلا i've called you three times يعني دا قد اتصلت بك ثلاثة مرات ذكرت عدد حدوث الفعل او مثال تاني بيقول how many branches have you established until now يعني كم عدد الفروع اللي اسستها حتى الان وتعالوا نشوف الكلمات الدلة على المضارع التام واخد بالك الكلمات الدلة على المضارع التام هنقسمها كده قسمين قسم الاول since منذ for لمدة just حالا already بالفعل yet بعد او حتى الان ever من قبل never ابدا لا والكلمات دي اخد بالك مش بس بنستخدمها مع المضارع التام لكن كل كلمة فيها لها قواعد خاصة اما القسم التاني من الكلمات الدلة على المضارع التام so far معناها حتى الان recently حاليا lately مؤخرا او حديثا till now اللي بتساوي up till now معناهم حتى الان over دي اتفترة زمنية يعني على مدار مثلا زينا بقول over the last week يعني على مدار الاسبوع الماضي طب نبدأ بكلمة sense اللي معناها منذ واخد بالك الكلمة دي اتلها خمس حالات خاصة مهمين الحالة الاولى بنقول ان كلمة sense يجاب لها مضارع تام بعدها بداية المدة زي المثال اللي بيقول i've watched the match since 4 o'clock يعني انا بشاهد المباراة منذ الساعة الرابعة فهنا طبعا قبل كلمة sense جاب مضارع تام وبعدها بداية المدة الحالة التانية ممكن كلمة sense تيجي كرابط زمني يعني رابط يربط بين زمني وبيكون كالتالي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط زي المثال اللي جاي اللي بيقول i've been to dive in since i was in sharp يعني لم امارس رياضة الغوص منذ ان كنت في شرم الشيخ وهنا جات كلمة sense كرابط قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط والحالة التالتة بتقول since يجي قبلها it is أو it has been وبعدها جملة كاملة بس فيها كلمة lost ثم ماضي بسيط يعني نشوف المثال ده it's seven years since i lost met my former manager يعني ده قد مر سبع سنوات منذ اخر لقاء لي بالمدير السابق وهنا هنلاقي كلمة sense جاي قبلها it's زائد فترة زمنية بعدها pronoun ضمير ثم كلمة lost ثم التصريف التاني يعني ماضي بسيط وشوف الجملة ديت لما تكتبها بشكل تاني هقول i lost met my former manager when i was in alex branch يعني اخر مرة قابلت فيها مديري السابق عندما كنت في فرع الاسكندرية وزي ما شايفين استخدام كلمة when لما تعملت مع الماضي البسيط بس اما الحالة الرابعة هتلاقي كلمة since قبلها مضارع تام بعدها lost زائد فترة زمنية طب نشوف المثال we have manufactured new products since last year يعني لقد صنعنا منتجات جديدة منذ العام الماضي وما تستغربش من كلمة lost اللي بتعبر عن الماضي البسيط لكن بالشكل اللي فاد ده استخدام مضارع تام ومع الحالة الخامسة هتلاقي كلمة since قبلها مضارع تام وبعدها the last بس خد بالك the last زائد occasion يعني مناسبة او حدث يعني زي ما هنقول we haven't talked since the last lecture يعني لم نتحدث منذ المحاضرة الاخيرة وهنا كلمة since جاء بلها مضارع تام وبعدها حدث او مناسبة وتعالوا بقى نشوف قواعد كلمة for ودي لها حالتين بس الحالة الاولى كلمة for يجاء بلها مضارع تام بعدها المدة محسوبة وشوفي المثال ده I've lived in Luxor for two years يعني لقد عشت في الاكسور لمدة عامين وهنا طبعا مضارع تام وكلمة for جاء بعدها المدة الزمنية المحسوبة اما الحالة التانية كلمة for قبلها مضارع تام بعدها the last two فترة زي ما بنشوف المثال اللي بيقول I've installed geography for the last week يعني لم اذاكر مادة الجغرافيا لمدة اسبوع وخد بالك ان كلمة for ممكن تيجي مع الماضي البسيط زي ما هقول He worked as a football player for twenty years now he is a businessman يعني هو عامل لك لاعب كرة قدم لمدة عشرين سنة دلوقتي هو رجل اعمال طب امتى كلمة for تيجي مع الماضي البسيط بنقول لو الحدث تم وانتهى لانه كان لاعب كرة قدم دلوقتي ما عادش له علاقة بكرة القدم فاشغير رجل اعمال وتعالوا بقى نشوف كلمة just already نبدأ بكلمة just واللي معناها حالا ونشوف بتيجي تفصل ما بين كلمة have أو has والتصريف التالت للفعل وهتعبر عن فعل الاستخلصان حالا زي ما هقول يعني لقد اتصل رائد الفضاء لتوهي دي وكالة الفضاء اما بالنسبة لكلمة already اللي معناها بالفعل تعالوا نوضحها من خلال مثالين He has already answered the exam It's wonderful والمثال التاني كمان ركزوا في المثالين هتلاقوا كلمة already ممكن تيجي وسط الجملة أو آخر الجملة بس خد بالك بتعبر عن سرعة انتهاء الفعل بشكل مدهش ويلا نشوف كلمة yet yet معناها بعد أو حتى الآن وخد بالك بتيجي في الاستفهام أو النفي ونشوف المثال اللي جاي اللي بيقول have you finished yet يعني هل انتهيت بعد ولو هرد بالنفي هقول no I haven't finished yet يعني لا لم انتهي بعد ولو شفت جملة زي اللي جاية دي ما تستغربش I like football yet I didn't watch the final match يعني بحب كرة القدم لكن لم أشاهد المباراة النهائية وهنا كلمة yet جات كمعنى بتساوي كلمة but يعني لكن وتعالوا نشوف كلمة ever و never نبدأ بكلمة ever اللي معناها من قبل واللي هتجي في الاستفهام أو التفضيل وشوف الأمثلة دي have you ever visited Australia يعني هل زرت استراليا من قبل وزي ما شايفين جات كلمة ever في السؤال وفي المثال اللي جاي اللي بيقول محمد صلاح the fastest player I've ever seen يعني محمد صلاح أسرع لاعب لم أرى مثله من قبل وهنا جاءت صيغة تفضيل superlative أما كلمة never اللي معناها أبدا لا نفهمها من الأمثلة اللي جاية دي I've never met the president يعني لم أرى أبدا الرئيس وهنا كلمة never جات في الجملة علشان تنفيها ونشوف كمان مثال بيقول I've never watched a better player than Maradona يعني لم أشاهد لاعب أفضل من Maradona واخد بالك من كلمة never جات هنا في صغة المقارنة وفي حاجات مهمة جدا الفرق ما بين have أو has plus been two يعني ذهب أو عاد أما have أو has plus gun two يعني ذهب أو لم يعود وشوفي السؤال ده كده وجربت حله have you ever not to London gone visited been visit طبعا هنختار كلمة been لأن بسأل حد قدامي فأكيد حتى لو كان في لندن يبقى رجع تاني فهنختار have أو has طبعا plus been two فهنا ذهب وعاد ونشوف الأفعال المساعدة مع المضارع التام ولو فاكرين قلنا قبل كده للأزمنة التامة والمستمرة أفعالها المساعدة من أساس تكوين والمضارع التام بيتكون من have أو has plus possible يبقى الأفعال المساعدة في المضارع التام هي have أو has والأفعال المساعدة هتيجي مع الاستفهام أو النفي أو عند التحويل لمبني المجهول زي الأمثلة السريعة اللي بتقول haven't seen Ali في النفي أما في الاستفهام have you seen Ali أما في التحويل المجهول المثال قبل التحويل بيقول he has scored two goals ولما نحاولها إلى مجهول بس كل اللي هنعمله هنزود كلمة been قبل التصريف التالت للفعل فهنقول two goals have been scored by him ومع بعض التمارين السؤال الأول it's a long time نقط I lost took part in running grace four ago just since طبعا هنختار since لأن عندنا it's زائد فترة زمنية وبعدها ماضي بسيط يبقى طبعا ناقص كلمة since ومع السؤال الثاني the writer not America three times he likes it so much visits has visited visited had visited طبعا نختار has visited لأن عندي عدد ذكر مرات حدوث الفعل زي ما شايفين three times ومع السؤال الثالث he not his money he cannot tie the new mobile lost loses has lost had lost أكيد هنختار has lost لأن الجملة هنا حصلت في الماضي ولها أثر على الوضع الحالي بقاعدة المضارع المستمر والزمن دوت بيتكون يا جماعة من am أو is أو r وفعل مضاف له ing طبعا الام لما يكون الفاعل بتاع الجملة i والis لما يكون فاعل الجملة he أو she أو it أما r طبعا مع ضمائر الجمع they we you ومثال بسيط كده jana is reading at the moment يعني jana بتقرأ في هذه اللحظة طبعا jana بتمثل عند الضمير she وعلى هذا الأساس خدنا is فعل مساعد ثم i n g على الفعل طيب النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها إيه هي استخدامات المضارع المستمر طبعا أول استخدام للمضارع المستمر حتى كده من اسمه يأتي المضارع المستمر مع الأحداث المستمر حاليا يعني حاجة متواصلة قدامي شغالة قدامي دلوقت فمثلا نشوف السؤال ده please answer the phone i not my lunch نختار eat ولا i am eating معنى الجملة من فضلك رد على التليفون لأننا بتناول غدائي واخترنا طبعا i'm eating لأننا مستمر دلوقت في تناول غداء رد على التليفون دلوقت لأننا حاليا برضو مستمر في تناول الغداء وتعالوا نشوف إيه الاستخدامات التانية بنقول الاستخدام التاني ممكن المضارع المستمر يعبر عن المستقبل طب نشوف مثال his visiting as one tomorrow يعني سوف يزور اسوان غدا مش ممكن طبعا هيكون الزيارة مستمرة دلوقت واستخدم في نفس الجملة كلمة tomorrow وكمان مثال they're buying a new car next week everything is arranged يعني هما هيشترهم سيارة جديدة الأسبوع القادم فكل شيء مرتب مرتب له في المستقبل يعني وهنا برضو استخدمنا مضارع مستمر لأن برضو من استخدامات المضارع المستمر لما يعبر عن ترتيب مستقبلي وتعالوا نشوف الاستخدام التالت للمضارع المستمر بنقول لما نجي نتكلم عن حدث مستمر لكن ليس بالضرورة أنه بيحصل دلوقت وأثناء التحدث يعني هافترض مثلا أن أنا طلبت منك تعمل مشروع اسي مثلا مقال فأنا جاي لي هنا جاي للحصة فأقولك أنت خلصت المشروع ده هترد عليها وتقول لي I'm working on the project يعني أنا شغال على إنهاء المشروع ده هل أنت حالا شغال على إنهاء المشروع؟ لا طبعا وهنا أنت تقصد أن أنت شغال على المشروع ده يعني أساسا ممكن تكون في الحصة عندي بس أنت شغال على إنهاءه بعد الحصة أو قبل الحصة أو في اليوم اللي بعد الحصة أو اليوم اللي قبل الحصة ومع الاستخدام الرابع بنقول برضو المضارع المستمر بيتكلم عن موقف حالي ومختلف عن الماضي يعني عادة احنا متعودين نعملها دلوقت إنما ما كانتش موجودة في الماضي شوف المثال ده يعني أغلبية الشباب بيدردشوا مستخدمين الإنترنت هذه الأيام طبعا الشباب زمان ما كانوش بيستخدمهم أو ما كانوش متعودين على نفس العدد طب إيه هو الاستخدام الخامس؟ بنقول إن المضارع المستمر بيجي برضو بيعبر عن المواقف المؤقتة يعني إيه موقف مؤقت؟ يعني مثلا فعل بعمله حاليا ومؤقت لإنما يخلص الفعل ده خلاص معه أنتش هتكلم عنه طب نشوف مثال يوضح الموضوع ده بنقول يعني الحكومة بتبني حاليا مستشفى مركزي هل المستشفى المركزيات هم يفضلوا فيها للأبد يعني؟ لا ده موقف مؤقت مجرد ما يخلصوا بناء المستشفى يبقى لحد استم وانته طيب فيه نقط مهمة جدا جدا لازم نعرفها مع المضارع المستمر بنقول فيه أفعال ما ينفعش نستخدمها مع المضارع المستمر زي إيه الأفعال دي؟ مثلا أفعال الرغبة زي want أو need want معنى يريد need يعني يحتاج أو أفعال التملك have أو on أو belong أو فعل possess طيب بوصيس معناها يمتلك طيب أفعال الحواس الخمس زي see وهير و smell وتaste وتouch وبرضه أفعال الحب والكره لما أقول love hate يقره detest يقره جدا يعني يبغض dislike لا يحب وكمان أفعال إبداء الرأي والاعتقاد زي think أو believe وبرضه كمان أفعال الإدراك زي understand يفهم realize يدرك وكمان في أفعال أخرى طبعا ده جدول في الكتاب بس إحنا كده نعتبر قلنا 90% من الأفعال دي زي cost أو owe أو join أو lock look طبعا معناها يبدو طيب إيه معنى الكلام ده؟ بقول لو فيه فعل من الأفعال اللي إحنا ذكرناه دلوقت جاء معا I'm having a new house أنا أمتلك الآن منزل جديد طبعا الجملة غلط بما إن الفعل have هنا جاء طبعا معناها يمتلك وإحنا قلنا أفعال التملك ما ينفعش نضيف عليها ing إنما في نفس الجملة أقدر أقولها بشكل تاني صحي طبعا I have a new car أو I have a new car يعني أنا أمتلك عربية جديدة طب نعمل إيه؟ نقول إن أفعال دي زي أفعال التملك ما ينفعش نستخدمها مع المضارع المستمر أو حتى الماضي المستمر إنما ينفع استخدمها مع الأزمنة البسيطة زي المضارع البسيط والماضي البسيط طب كمان مثال I'm seeing well طبعا برضو مثال خاطئ المثال أنا أقصد هنا معناه أنا أرى الآن جيدا لإن فعل C فعل من أفعال الحواس الخمس وده ما يجيش برضو مع المضارع المستمر طب نعمل إيه؟ نعوض بزمن تاني اللي هو البسيط من نفس النوع يعني بدل مضارع مستمر يبقى مضارع بسيط والصحة طبعا أقول I see well أو I can see well طب شوف الأمثلة دي His having his meal هنا الجملة صحيحة رغم إن فعل هاف المفترض معناه يمتلك قلنا ما يجيش عليه I in G إنما هنا طبعا جاب معنى تاني هنا معناه يتناول كأن بالضبط قلتلك His eating his meal وكمان مثال I'm having a good time برضو المثال هنا صحيح لإن الفعل هاف ما جاش هنا تملك إنما هنا طبعا معناه spend يعني يقضي يعني أنا بقضي دلوقت وقت جيد ونشوف كمان مثال I'm seeing a doctor برضو المثال صحيح لإن الفعل C هنا مش فعل حاسة من الحواس ولكن هنا طبعا معناه visit يعني كإني قلتلك I'm visiting a doctor وفي نقطة مهمة جدا طبعا عارفين كلمة always اللي معناها دائما كلمة كانت أقدر إن أنا استخدمها مع المضارع البسيط أو الماضي البسيط النهاردة أقدر أستخدمها مع المضارع المستمر بس إمتى لما يكون الفعل ده الفعل بتاع الجملة أو زمن الجملة المضارع المستمر بيعبر الفعل ده عن إزعاك أو إن أنا متدايق يعني شوف المثال He's always shouting in the morning يعني هو بيصرخ دايما في الصباح وده طبعا أنا ببين إنزعاجي أو مضيئتي من الشخص ده عشان كده استخدمنا كلمة always في زمن المضارع المستمر أول زمن خالص اللي هو زمن المضارع البسيط عموما قبل ما نتكلم في أي زمن لازم نعرف إن أي زمن هندرسه هنتكلم في أربع نقاط الزمن ده بتكون من إيه إمتى نستخدم الزمن ده إيه الكلمات اللي ممكن نشوفها تعبر عن وجود الزمن ده وآخر حاجة لأفعال المساعدة اللي بتيجي طبعا في السؤال أو بتيجي في النفي إيه هو بقى تكوين زمن المضارع البسيط عموما تكوين أي زمن بيرتبط بشكل كامل طبعا بالفعل حتى باللغة العربية لما أقول لك أنا وذاكر خلاف ما أقول لك أنا ذكرت وذاكر مضارع ذكرته ماضي طيب تكوين بقى المضارع البسيط بنتكلم في الفعل إحنا اتفقنا خلاص هو الفعل واللي بيحدد زمن الجملة طب الفعل في المضارع البسيط شكل وإيه بنقول هو التصريف الأول يعني play, go, carry ببعد بقى عن التصريف الثاني أو التالي عموما أنا هنا بقى تستخدم التصريف الأول سواء play أو go أو carry طيب بنقول بعد كده في التكوين ممكن يكون فعل الجملة هي أو شي أو it هي مثلا ممكن ما يكونش هي بشكل واضح كده فأقول لك مثلا ali شي مثلا أقول لك مثلا rim it شيء غير عاقل ده plane modern technology أيا كان طيب لو كان الفعل بقى هي أو شي أو it برضو هشتغل على التصريف الأول بس اعمل حساب حضرتك كده هتحط لي s كده على الفعل أو es أو is برضو نشوفه إزاي بنقول إم تنزود es على الفعل رقم واحد ما نرجع تانية هو ترجع رقم واحد الفعل يبقى هي أو شي أو it طيب اتنين الفعل بتاع الفعل ده منتهي بأحد الحروف التالية يعني مثلا rim wash طبعا نشتغل النهاردة على rim wash the dishes طيب ليه ريم أولا بتعبر عن الضمير شي هي بعد كده الفعل بتاعنا الأساسي كان wash طالما الفعل بتاعي هنا ريم اللي هي شي ثم wash الفعل هو منتهب إيه أستاذنا sh عملني إيه مع sh هوا ده إضافة sh هنزود es طيب إمتى نزود is رقم واحد نرجع تاني الفعل he أو شي أو it طب اتنين لازم يكون الفعل بتاعي منتهي بحرف y وقبل حرف y حرف ساكن في الحالة ديت أحذف حرف y عشان أحط مكان حرف y هنا i ثم بعد كده is مثال فرحة اللي هي بتمثل برضو الضمير شي بعد كده try حذفت حرف y لأنه قبله ساكن وبعد كده زودت حرف i as إمتى بقى نزود s بنتتفق بقى عموما ال s بتتضاف لو ما كانش في نهاية ال is أو ال is يعني مثلا كمال plays chess well طب هنا ليش تغلنا على كلمة plays أولا بلايز واحد يقول مثلا إحنا الطبيعي إن إحنا نزود is أقول لك لا هو صحيح الفعل هنا انتهى بحرف y بس قبله حرف متحرك مش حرف ساكن يبقى في الحالة ديت نحط حرف s يبقى إحنا خلصنا كده يا جماعة أول حاجة هو تكون الزمن بتكون من إيه تصرف أول الفعل ولو كان فاعل الجملة he أو شي أو it نضيف للفعل عندهم هنا s أو es أو is يبقى الطبيعي نتكلم في إيه تاني إمتى نستخدم الزمن ده يعني إمتى نفضل المضارع البسيط لما نجي نشتغل عن أي زمن تاني جل حقاك هنا لو عايز نتكلم عن جملة تعبر عن حقيقة إيه هي الحقيقة اللي هي الثوابت العلمية اللي مفيش فيها نقاش يعني مثلا help أهو والأكسجين بيعبر عن الضمر it واتفقنا هو هي وش هي و it أزود حرف ال s أو ال es أو ال is ما انتهاش نهاية ال es ولا ال is رحت حمزة حرف s بس يبقى oxygen helps us live يبقى الأكسجين بيساعدنا على الحياة على فكرة كده معلومة صغيرة كده بنقول إن الفعل help لما ييجي بعده ضمر مفعول يدبع بعد كده يا بمصدر يا إمتى بتقول الفعل في المصدر يعني كنت ممكن أقول لك live أو to live ده برا موضوع المضارع البسيط بس الشيء بالشيء يوسكر يعني يبقى أول حاجة نستخدم المضارع البسيط لو عايزة تكلم عنه جملة حقيقة بمعنى حقيقة علمية ثابتة لا نقاشة فيها اتنين لو بتكلم عن عادة خاصة بي زي يوريتين يوم مثلاً أو حتى لو كانت العادة دية خاصة بمجتمع زي المجتمع المصري في نقول مثلاً المثال واحد بيقول أنا أصحو هنا طبعاً جيت ههولت أصري في الأول الفعل جيت هب كل صباح هنا عبرت عن عادة خاصة بي إن أنا بصحة كل يوم الساعة سبعة الصبح أو إيه بقى عادة مجتمع بقولك يعني نحن نحتفل ترجم نحن نحتفل بإيه بعيد الأم في 21 مارس من كل عام واحد يقول إيه حرف الجر أم هنا برضو نفتكر كده إن أم بتتعامل مع الأيام ده هنا شهر مارس له أو لحظة لك أنا أقصد 21 من مارس يعني أقصد هنا يوم ومش شهر إنما طبعا الشهر بتصبك بقى يبقى واحد لو عايز أتكلم جماعة عن حقيقة ثابتة اثنين لو أتكلم عن عادة خاصة بشخص أو عادة في مجتمع بأكمله ثلاثة مع المواقف الدائمة إيه مواقف دائمة أو شبه دائمة زي إيه زي الوظائف أو أي عادة مثلا زي المجتمع المصري مثلا متعود عليها يعني أقول لحضراتك هنا they work as nurses بتكلم في وظيفة يبقى أنا هستخدم المدرعة البسيط I work as a teacher أنا أعمل كمدرس they work as doctors هم يعملون كأطباء طب إيه بقى حكاية يا أستاذ عادة كده موجودة في المجتمع بأكمله زي we respect the elders we respect the elders نحن نحترم الكبار فأنا بتكلم هنا طبعا عن عادة أو موقف دائم أو شبه دائم طيب يبقى أربعا ثلاثة مع المواقف الدائمة أو الوظائف أربعا مع المواقف الحقيقية الشائعة المدة طويلة يعني إيه مواقف حقيقية شائعة زي ما بقول لحدك مثلا The Egyptian Lie Football المصريين بيحبوا قرات القدم أنا ممكن أقربها لحقيقة بس ده مش حقيقة طبعا علمية مش سوابة علمية ولكن أقدر أقول عليها موقف حقيقي شائع والفترة طويلة يعني لحد ما نبقى نشوف حاجة تانية نهتمى بها غير قرات القدم بس طبعا الشسائد اللي موجود إن المصريين كلهم بيحبوا قرات القدم يبقى احنا النهاردة كده أخدنا يا أستاذ تكون المدرع البسيط اتنين امتى نستخدمه نرجع كده مع بعض امتى نستخدم المدرع البسيط هتقول لي مع الحقائق مع العادات الخاصة والعادات العامة بالمجتمع بعد كده مع المواقف الدائمة والوظائف بعد كده مع المواقف الحقيقية الشائعة والفترة طويلة زي حب المصريين لقرات القدم بعد كده بنتكلم عن ايه الكلمات اللي بتهبر عن وجود المدرع البسيط او بتلزم حضرتك ان انت تستخدم المدرع البسيط بنقول يا أستاذ الكلمات اللي موجودة اساسا الكلمات اللي موجودة بتسمى بظروف تكرار ليه ظروف تكرار؟ واحد يستغرب من اسم كلمة ظروف تكرار ظروف كلمة زي العرب كده بالضبط ظرف ليه سموها تكرار لانها تعبر عن مدى تكرار الفعل فمثلا بقول لحضرتك always معناها دائما usually عادة often sometimes rarely or rarely or seldom التلاتة معناهم نادرا never ابدا لا ever من قبل او دائما او اي وقت occasionally من حين لاخر يعني اقول لحراج بتساوي حاجة اسمها from time to time لما اجا اقول لك regularly بانتظام generally عموما او بشكل عام every وبعدها فترة زمنية every year every week every month واحد يقول on ويجي بعدها ايام الاسبوع بس بصغط الجمع يعني اقول لك مثلا on on days في ايام الاثنين يبقى انا بتحدث عن عادة متكرارات الحدوث كل يوم اثنين او اقول لساعتك add the week ends يعني في عطلات نهاية ال week ends لمعناها عطلة نهاية الاسبوع add the week ends هنا طبعا بجمعها بشكل كامل فبقول لك في عطلات نهاية الاسبوع احنا بقى بنقول هنا نقطة بنقول لو لاحظنا هنلاقي كل الكلمات اللي فاتت دي اي كلمة فيه بتعبر عن مدى تكرار فعل معين يعني هتعتبر عادة ارجع تاني لاستخدام المدرعة البسيط اللي اول حاجة باستخدم بها المدرعة البسيط انه بيعبر عن عادة طيب يبقى احنا اتفقنا لديها دي الكلمات الدلة على المدرعة البسيط ولها اسم كده نعرفه اسمه ظروف التكرار يعني ظرف او كلمة يعبر عن مدى تكرار الفعل يبقى بقول لك ظروف التكرار تصبق الفعل العادي وظروف التكرار تأتي بعد في حاجة بسيطة بنقولها جدا جدا اي فعل في الدنيا اقسم لي الافعال اللي في العالم دي كلها اتنين اللي هو اما وزوار او فعل عادي اي ان كان ايه بقى قصة ظروف التكرار خلاص اتفقنا الظرف التكرار اللي هو هيكون هنا طبعا كلمة وهيكون هنا نفس الكلمة اللي هو معناه دائما انا ملاحظ ان كلمة هنا لما جامعها فعل زي فعل كم جاءب لكلمة كم اما مع verb to be جاء بعد verb to be بنقول بقى قعد عما كده verb to be ده لو احترامه الكامل يعني او استخدامه الاوحد فبنقول verb to be اللي هو اما وزوار لو جاه معا كلمة من الكلمات الدلة اللي بنقول عليها ظرف التكرار نظرا بقى الاهمية الفعل الكبيرة ديت بنحط verb to be قبل ظرف التكرار اما لو اي فعل عادي تاني في الدنيا بنحط بعد ظرف التكرار فاقولك مثلا ايه all comes early لو حتى تفتكر السؤال بتاع اعداد اللي كان بيقولك rewrite using as اعدى الجملة ديت تستخدم فاة as اية دائما بتأتي مبكرة وكأن بالضبط بيقولك اية is always early يبقى سبقنا طبعا verb to be وزرف التكرار ربي حاجة ندرسها في المدرعة البسيط اللي هو الافعال المساعدة ايه بقى الافعال المساعدة الفعل حتى من اسمه كده اسمه فاعل مساعد يعني جاي يساعد يساعد ازاي اولا هو بيجي في النافي والاستفهام والتأكيد يعني مثلا جملة بسيطة جدا بتقول مثلا i speak french i speak french وعايزا في الجملة هقولك i don't speak french طب جملة تانية بتقول يا استاذ he speaks french يعني كان قصل الجملة ديت كده يا استاذ كده he speaks french هو يتحدث اللغة الفرنسية وبشكل جيد وعايزا فيها نفيها بسيط جدا عشان نفي محتاج ان انا حط كلمة not اللي معناها لها وكلمة not بتشترط ان اللي لازم يكون قابلها فاعل مساعد طب الجملة مضارع بسيط ولسه متفقين ان الفاعل المساعد في المضارع البسيط do ou does طب اعمل ايه قال له حضرتك does دي اصلا كان اساس هدو بس فانتهت بo والقوم النهايات اللي مع الهي والشي والإتن نزوج لها اس يبقى نقول بالشكل كده he does بعد كده اضيف لكلمة does مباشرة not اللي معناها لا يبقى دي شي طب هو اسمه اصلا فاعل مساعد يعني ايه فاعل مساعد؟ اتفعل انه بيساعد بيساعد مين؟ الفاعل الاساسي اللي الجملة بتترجم باسمه اصلا يبقى طالما هو مساعد نشيل بقى الاضافة طالما هو هيساعد يبقى عند وجود الفاعل المساعد ايه اللي يحصل يا أستاذ؟ الفاعل الاساسي اللي بترجم بتاع الجملة يأتي في المصدر يعني خالي من اي اضافات طيب الجملة اللي بعدها بتقول لي ساعدتك هنا I speak French well عايزا فيها هاشتغل على كلمة not ونط لازم يجاب لها فاعل مساعد طب الفاعل هنا مش هي ولا شي ولا it يبقى هقول لي ساعدتك كده do ثم كلمة not I don't speak French well ده النفي بنقول هنا ممكن ننفي الجملة اي جملة في العالم ممكن نفيها بكلمة اسمها never ما ننساش ان كلمة never اساسا جاية معناها ابدا لا طب نشوف كده جملة زي دي مثلا بتقول she visits Luxor وعايزا فيها الطبيعة هتقول لي she doesn't ثم بعد كده هتشلي حرف الاس هنا لاضافة لانه وجود فعلا مساعد او الجملة دي ايه استاذ ممكن انفيها بشكل تاني اقول لك she never ما هي never معناها ابدا لا حتى هنا بترجمتها بس لوجود كلمة never ما ينفعش اشلي اضافة فحط حرف الاس ليه بسبب بسيط جدا ان كلمة never اساسا كلمة دلة على وجود الزمن يعني كلمة دلة بتعبر ان لازم ازود حرف الاس من شروط الزمن مع هيوش واد انما لوجود ضز طبعا او do فالفعل باجي بالمصدر لانه فعل اصلا اساسي انما never مش فعل اساسي طيب نقول ايه تاني بنقول هنا يا استاذ ان الفعل المساعد مع المضارع البسيط هيكون الفعل الاساسي صاحب الجملة مرتاح يعني لما لايه يا استاذ فعل مساعد جاي لف جملة فالفعل التاني مرتاح بمعنى اللي احنا قلناها حالا يعني يجي فعل في المصدر يعني يعني مثلا يقول لحضرك مثلا هي doesn't كان اصلاها he speaks خلاص يبقى احنا شرنا حرف الاس ده اللي الكلمنا في حالة طيب اتفان ان الافعال المساعدة جميعها تأتي في النافي والاستفهام والتأكيد قلنا موضوع النافي don't او doesn't او انفب كلمة never مع وجود حرف الاس مع الهي والش واد طب ازاي بقى نعمل استفهام طبعا عارفين الاستفهام نوعين يعني مثلا سؤال معنى هل ابدأ هل ازاي قال لك كلمة do او does بتيجي في بداية الجملة يبقى سؤال معنى هل does she play tennis هل هي تحب التنس طبعا الاجابة هتبقى ايش does او no she doesn't طيب نوع الاستفهام الثاني اللي هو what question ده بيبدأ بقى لا تستفهام بعده فعل مساعد ثم فعل فعل الجملة في المصدر لو واحد ما عندوش فكرة هيقول لك where they work اين هم يعملو طبعا غلط لان فيه شرط عندنا الجملة الاستفهامية بيقول لازم ابدأ بقى لك الاستفهام اللي حضرك هتحطها ثم فعل لمساعد ثم فعل ثم فعل الجملة في المصدر والفعل المساعد ليه حطت دو لان الفعل هنا ما هو شيء ولا شيء ولا إت عشان اشتغل على طس يعني مثلا كنت ممكن اقول لي ساعدتك هنا مثلا where does Ali work اين هعمل علي والاجابة هتبقى Ali works in Cairo طب ليه قلت works لان في الاجابة ما فيش فعل مساعد لان المساعد ما كانه يستفهام ينفي طيب يبقى احنا اتفعنا للافعال المساعدة هو نفي نفينا الاستفهام عملنا سؤال بنوعي وبعد كده التأكيد ايه حكاية التأكيد في جملة بتقول لساعدتك هنا مثلا she studies will كان اصل الجملة كده بالضبط كده she طبعا y هنا قبله ساكل مع الهي وش و it ادى ال i ثم i ثم s قال لك ازاي نعمل تأكيد قال لك ممكن نهوت قبل الفعل الاساساسي نشتغل على كلمة does or do فالفاعل عندي هنا فعل ما ننساش انه فعل مساعد يعني ايه يعني هيجي بعد الفعل في المصدر بدون اضافات طب يا مستر احنا قلنا حالا لسا ان الفعل المساعد بيجي في الاستفهام والنفي ايه الموضوع ده بقى ده لا نفي ولا استفهام نقول ان ممكن الحالة التالتة اللي نلاقي فيها الفعل المساعد موجود قبل الفعل الاساسي حاجة اسمها التأكيد وكأن بقول لك i swear that she studies well انا اقسم انها تتاكر بجد عايز تيأكد لفكرة ولا حاجة هتقول لي i do study well يعني انا اذاكر بجد كأنك بيتأكد she does it study well طب ايه بقى عند المبني المجهول هو في فعل مساعد احنا اتفقنا حالا ان الفعل المساعد بيجي في النفي والاستفهام والتأكيد في حاجة تانية اسمها فعل مساعد بيجي المعلوم المجهول طبعا درس المعلوم المجهول لما يتلاقوا موجود حضركة في القناة بشكل كامل المجهول بشكل عام قبل ما نتكلم عن المجهول بنقول يا استاذ اي جملة في العالم الطبيعي بتبدأ بالفعل الطبيعي بتبدأ بالفعل فمثلا مثال بسيط بسيط كده بقولك she never visits luxury هي هي اللي بتزور او ما بتزورش اما هنا بتقول the dishes الاطباق وبعد كده جايب لي فعل اسم wash وماضي كمان شكله ماضي اقول لحظتك ده مش ماضي ومالقيه القصة دي قاعدة بسيطة جدا بتقول الجملة الطبيعية بتبدأ بالفعل يعني المفرد اقول لك مثلا i wash the dishes every day انا بغسل اطباق كل يوم يبقى حكاية المجهول في قاعدة بسيطة جدا اللي مجحول من معلوم المجهول نقولها تاني الطبيعي بيبدأ بالمفعول ثم بعد كده عايز فعل مساعد ثم التصريف التالت للفعل طب الفعل المساعد الجملة اصلها مثلا يعني اصل الجملة بتقول i wash the dishes every day انا اللي بغسل اطباق كل يوم فانا محتاج ابدأ بالمفعول اللي هو the dishes طب انا حطيت كلمة the dishes كمفعولي محتاج فعل مساعد حد يرجع تاني يقول do or does ارجع اقول do or does بتيجي في الاستفاهم والنفي والتأكيد طيب النهاردة انا محتاج فعل مساعد بالفعل اعمل ايه قالك مع المدرعة البسيط نشتغل على طب هناك اتجمع المفعول اللي بدأت بيه ثم اهو جاي بعدها فعل مساعد R ثم التصريف الترك الفعل ده قاعدة طب تعالي المثال التاني the car is fixed وليكن ده mechanic الميكانيكي fixes my car هو اللي بيصلح سيارتي كل اسبوع مثلا كل شهر طب هبدأ بالمفعول اللي هو خلم الذكار اللي هو قاعدة الفعل محتاج فعل مساعد هرجع اقول do or does بس do or does استفاهم ونفي وتأكيد وانا لا بعمل نفي ولا استفاهم ولا تأكيد انا بحاول لمجهول يبقى مش نافع verbi to do يحل محله verbi to be ونرجع تاني نقول verbi مهم جدا طب مضارع اه ومفرد يبقائز ثم التصريف التلف للفعل فيه بقى نقطة مهمة جدا يا جماعة ونقطة ديها يعني المفروض نكون فاهمينها كواس جدا ان شاء الله بقولك فيه بعض النقاط بسيطة كده للناس بقى اللي خادت الماضي التام او على drive الماضي التام بنقول ان after وكلمة by the time before as on as until until when whenever while دي كلها اسمها رابط زمني ليه تسمت رابط زمني لانها تربط بين زمني ايه بقى القصة دي بنقول الرابط الزمني عموما واعلاقتها اصلا بالمدارع البسط بتاع النهار ده بنقول اي رابط زمني صحيح له قاعدة معينة بس كله كده بيجتمع تحت رأيه واحدة ويقول لو اي رابط فينا جا بعده مضارع بسيط او مضارع مستمر مضارع بسيط او مضارع مستمر يبقى نص الجملة التانية عبارة عن ولو المصدر تاني after كرابط زمني جاي بعده مضارع بسيط comes الفعل بتاعي our teacher اللي وهي او شي يبقى after رابط زمني جاي بعده مضارع بسيط يبقى نص الجملة التانية ولو الفعل في المصدر مثلا after our teacher comes بعدما يأتي مدرسنا I'll ask him about the homework سأسأله عن الواجب وفي قاعدة بسيطة جدا جدا بس قبل من نقل ليها نقول ايه بقى علاقة المضارع البسيط بتاع النهار ده بحكاية رابط زمني والله احنا بنشرح مضارع بسيط اللي هو تصريف اول والمضارع البسيط من بعض استخدماته انه لو جاب عد رابط زمني زي after before as on as او ايا كان رابط الزمني يبقى نص في الجملة الاخر عبارة عن ولو الفعل في المصدر بنكلم في بقى في النقطة المهمة جدا جدا بتقول ان افعال الحواس الخمس زي هير بقى زي smell زي see زي taste بنقول والادراك ايه الادراك او الاعتقادة ما قولك I think اعتقد ابداء الرأي برضو او التملك I have I own زي مثلا افعال الرغبة I want I need وبعض الافعال الاخرى زي فعلي يا استاذ مثلا dare اللي هو معنى يجرؤ d-a-r-e لا تستخدم مع المضرع المستمر ولكن بتأتي مع المضرع البسيط يعني مثلا she has a nice mobile هي لديها تليفون محمول دميل او لطيف ليه هنا بنقول هاز ما فيش حاسمها اذا هاب يقولك لا الفعل ده حاليا بيعبر عن التملك طالما بيعبر عن الملكية انا بقولك هي تمتلك بما ينفعش يجي مع ING بيجي بس مع المضرع البسيط of a nice book نفس الفكرة فعل بيعبر عن التملك I think English is very exciting language اعتقن اللغة الانجليزية هي لغة متيرة للغاية طب هنا استخدمت كلمة think ليه لان انا هاب بعبر عن اعتقادي او بابدي رأيي I want to travel abroad هنا بابدي رأيي لا ده هنا في حاجة اسمها يا استاذ الرغبة انا عندي رغبة دلوقتي بقول I want to travel abroad I wanna travel abroad يبقى هنا باستخدم برضو المضرع البسيط ان شاء الله او 6 كده تطبيق سريعي كده بقول لحضرتك they not late for school اختار are sometimes ولا will sometimes ولا sometimes are ولا sometimes be اولا احنا ممكن نحلها بطريقة الاستبعاد يعني مثلا sometimes be sometimes المفروض انها كلمة بتعبر عن المضرع البسيط صحيح بس هنا جاي بعدها المفروض تصريف اول وده سمو فيربي توبي في المصدر يبقى اكيد اللي اختيار دوت بنقول يا استاذ عليه غلط نيجي على اللي بعده sometimes are طيب they sometimes are هل صح؟ بالفعل عندي هنا التصريف الاول صحيح بس ده فيربي توبي ما ننساش ان فيربي توبي ما ننفعش يجي بعد ظرف التكرار يبقى بالفعل برضو نقدر نقول اللي اختيار دوت يا استاذ كمان خطأ طب will sometimes late for school ما لهاش علاقة خالص لان sometimes ما بيجيش مع المستقبل يبقى بقى اننا بس are sometimes ونتأكد بقى بن اجابتنا بنقول they اشتغلت على قرف الجامع فعلا كتصرف اول لفيربي توبي عادي و sometimes هنا جاية كذرف تكرار بعد فيربي توبي يبقى دي طبعا الاجابة الصحة طيب she not a tropping at this time of the day نفكر كده في المثال ده she tropping at this time of the day at this time of the day يعني في مثل هذا اليوم في مثل هذا الوقت من اليوم وكاين بأتكلم عن عادة بتتكرر في مثل هذا اليوم الساعة خمسة مثلا المغرب كل يوم يبقى بعبر عن عادة متكررات الحدوث طيب اشتغل على الانه واحدة would go اكيد مش خالص يعني has gone مضارع تام لا طبعا يبقى عندي is going او goes is going ده مضارع مستمر هي وقته ان شاء الله الفيديو اللي جاي is going ما تنفعش طبعا كان مضارع مستمر يبقى بقى إيه لgoes اللي كان قصد لها اساسا go بس الفاعل هي وشو it فحملنا إضافات is طيب المثال التالت بيقول لحضرتك هنا is always ولا always as ولا be always ولا sometimes as نجي كده على اختيارات برضو sometimes اتفقنا بقى الزرف تكرار ما ينفعش يجاب الverb to be يبقى الإجابة هنا خطأ طيب نشتغل على be always طيب سمر هنا او سامير دوت المفروض اقول اما وزا اقول خلاص ده مصدر ما ينفعش خالص ده اصل الفعل always as الإجابة دي تنفع ولا ما تنفعش ما هي always اساسا زي sometimes والاتنين ظرف تكرار ما ينفعش يجو قبل يعني اتفقنا انه مهم جدا فأقول لك سمر او سامير is always laid for school عندي هنا فعل مساعد و مهم طبعا جاي قبل ظرف التكرار طب نشوف مع بعض كده المثال اللي بعد بقول لحضرتك the servant الخادم the floor every morning every morning كل صباح يبقى في عدم وتكرارة الحدوث يعني ايه يعني مدرع بسيط ايوة يعني يعني تصرف الاول الفعل if he swept صح بس ما ابني المجهول وهنا ده فاعل هو اللي بينظف the servant اللي هو الخادم sweep يعني ينظف يبقى اللي جابة ده خطأ اخيرا ده خطأ طيب sweep طبعا مش نفع هي تنفع كتصرف اول مستمرا لاني بقول لك every morning يبقى ما يبقى ليش هالكلمة sweeps اللي هو التصرف الاول plus حرف الاس عشان الفاعل بتاعي servant خادم او خادمة هنا usually watches ولا watches usually ولا usually watch ولا usually watching نستبعد برضه عندي watch تنفع لا طبعا لان الفاعل هي والمفروض يكون في اضافة يبقى خطأ طب usually watching ما فيش usually طبعا بيجي معاه هنا بفعل زي ing وده مش زمن خالص طب نشوف اللي بعدها usually هنا watches usually والله الاجابة دي تنفع هل تنفع كده بس المشكلة عندي ان برضه زرف التكرار مع فعل عادي يعني الطبيعي زرف التكرار يسبق يبقى برضه الاجابة دي يتخطأ طب usually watches هي دي الاجابة الصحيحة ونقول لي برضه ونأكد على اجابتنا اقول لك watches اذا الاضافة في المدرع البسيط دي حاجة الحاجة التانية كان فعل عادي جاء زرف التكرار قبل الفعل عادي اشتركوا في القناة